اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين شادي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العذم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شكيا قال ربي إني وهن العذم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وقالت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عكوب واجعله ربي رديا يا ذكريا يا إنا نبشرك بغلاب اسمحوا يحيا ولم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على كومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحياك ذي الكتاب بكوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لذنا وذكاة وكان تكيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مكضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاذ إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء أهل مخاذ إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني فاذ جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك في جذع النخلة تساكت عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن إني نذرت للرحمن سوما فلم أكلم اليوم إنسيا فآتت به كومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وبرا بوالدة ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم كول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم كول الحق الذي فيه يمترون ما قال لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا كضى أمرا فإنما يقول لو كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ما قال لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا كضى أمرا فإنما يقول لو كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سرات مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون لنا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قذي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قذي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيا آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغن عنك شيئا يا آبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطا يا آبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عشيا يا آبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا آبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شكيا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاك ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان سدك نبيا وعليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرديا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديكا نبيا وعليا ورفعناه مكارا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا ومن من حملنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا صجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فأخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلكون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يذلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يذلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوة إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنات التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما قال ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتكوا ونظر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفركين خير مقاما أي الفركين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردى أفرأت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عذاب كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذاب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن واخدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذاب فلا تعجل عليهم لا قد جئتم شيئا إدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لا قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم الكيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به كوما ولدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر